موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة يلا نتعلم انجليش مع ميس هايما ردوان النهاردة ان شاء الله يولاد هناخد ك team الصف الثاني الابتدائي المنهجج القديم هناخد سيفن موسيقى في الريف كرر معي كده لو سمحت في الريف حنشوف طبعا ايه الموجود في الريف والحية شكلها ازاي وايه الحية اللي احنا ممكن نشوفها في الريف هناك حنشتغل مع بعض من المعاصر لو حابين تدابع معي اول باول هناخد لسن وان هناخد كل مرة لسن عشان تبقى المنهج بسيط وسهل خالص معنا عشان ناخد الدرس بعد كده ناخد عليه واجب والحصة اللي بعدها هنديك كاملين صغير هناخد مع بعض هنا لسن وان هنشتغل ان شاء الله يولاد مع بعض من المعاصر كل فيديو هناخد لسن نحفظ الكلمات بتاعته نحل الاكسرصايز بتاعه ونعرف ازاي نعم البرونسيشن او طريقة الكلمة الصحيحة اوكي هناخد لسن وان لسنينج انت سبيكين اوكي لسنينج انت سبيكين هناخد الفوكابلري اللي هي الكلمات لوك انت لسن لوك انت لسن يعني يا ولاد انظر واستمع شوف الاول كده الصورة اللي قدامك تسمع البرونسيشن او النطق بتاع الميس او الميستر عندك في الفصل او الكلاس واشوف ايه واشوف ايه النطق بتاعها الصحيح اوكي هنا اول بيكسورة لدينا بلانت 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 يعني اولاد نبات ايه هو النبات ده؟ يعني الحقيات اللي احنا بنزرحها في الارض دي بسميها نباتات اوكي فلاور 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 يعني ايه؟ زهرة او وردة اف ال او دابليو اي ار فلاور 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 اوكي البيكسورة البعدية تري 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 اللي هي شجرة اوكي اللي هي ت ار اي اي تي ار اي اي اوكي انتو زا كانتري سايد زا كانتري سايد يعني زا كانتري سايد يا ولاد الريف الريف طبعا زي ما شيرين بكشور هنا فيها صورة حيونات اللي هي عندنا رابيت عندنا هن كاو اه دوغ طبعا وحنا وانا هنا عندي اه ابن جراني طبعا من هوات الكلاب وحتلاقوا الصوت ده دايما متابع معنا في الفيديوهات اه طبعا رحنا مجدرش نتكلم مشا ما نزلشي الجران بتاعتنا اوكي زا كانتري سايد زا كانتري سايد اللي هو الريف اللي هو منطقة الريفية اوكي الكلمة دي مركبة يا ولاد زا كانتري سايد زا كانتري سايد احنا ممكن نحفظها كلمة 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 كانتري اللي واحدها معناها بلد لكن لما اقول زا كانتري سايد معناها الريف زا كانتري سايد اوكي سكاي 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 يعني اولاد كلمة بسيطة خرص اللي هي السماء سكاي سكاي اس كي واي اس كي واي سكاي الصورة الحلوة دي صورة ايه جيد رينبو 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 الكلمة دي اولاد كلمة يعني هي تكون من جزئين عشان نحفظها بسهولة كده كلمة مطر احنا عندنا معناها او مطرة اللي هي رين او اي اي ان بو هنا نتكونها مع بعض رينبو 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 اللي هو قوس قزح يعني اي قوس قزح يمس لما السماء بتمطر فيه قطرات مية بسيطة بتبقى موجودة في الجو فبتيجي عليها اشعة الشمس فبتيجي عليها اشعة الشمس فبتيجي كرات الكريستال او الكرات البلورية بتعمل ايه بتعمل تحليل الضوء طبعا احنا اخذنا اولاد اللي هو المنظر اللي هو ده بيطلع من اللي هو المطرة رينبو رينبو كي بنش 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 اللي هي كرسي او مقعد ثابت يعني حية مثبتة كده في الارض باللاجئة مثلا في المنتزهات في محطات القطار في المدارس بتبقى اللي بقول عليه مقعد ثابت بنش المنظر هنا طبعا منظر يميل منظر النيل المراكب السماء صفية اوكي ؟ هنا بيوتيفال 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 بيوتفال يعني اولاد جميل نحفظها ؛ بيو تي فال بيو تيفال طبعا هنا الكلمة بتتكون من سايلابلز سايلابلز ياولاد يعني مقاطع زي ما احنا من قدت للكلمة لمقاطع الصوتية في اللغة العربية سايلابلز жизамен به translucent Imign Az mailbox سايلابلز يعني مقاطع صوتية بيوتي فال بيوتي فال اوكي هنا صورة مين دي صورة الجدة اوكي جرانت ماذر جرانت ماذر جي ار اي ان دي ماذر ام او تي اتش اي ار اوكي ابعا احنا احنا اخد في لسن او نوضح اللي هو تي اتش ازاي بيتماطق ازاي حرف ازاي في اللغة العربية في اللغة العربية طبعا هنا عندين الصورة دي ريفر ريفر اللي هو النهر ريفر ريفر طبعا شايفين الصورة الميز اللي هو اللونة ازرق جميلة ازاي الاشجار اوكي هنا النهر بيكون ايه بين مجانبه اللي هي غراس 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 يعني ايه حشائش يعني ايه حشائش صغيرة كده متوسطة الارتفاع بارك 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 حديقة او منتزه منتزه عام او حديقة عامة بتبقى فيها اصجار فيها خدرة حشائش فيها مجموعة من العاب عشان الاسر تقضي فيها اوقات جميلة دي اولادي الكلمات اللي احنا حنحفظها هنقوموا بان طبعا خلي الماما في البيت تكتب لنا الكلمات من فوق بلون احمر مثلا ونكتب الكلمات لغاية الاخر وانت بتكتب الكلمة تجرها بصوت عالي تخلي الريدنج بتاعك عالي بارك 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 گراس جي-ر-A-S جي-ر-A اس اس ريور 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 ري وانت تكتب الكلمات بصوت عالي حشان الريدنج بتاعك أولا هو ال كبرنسيش عالي بقى الصحية اوكي يا ولاد هناخد هنا مع بعض listening and speaking listening and speaking listening اللي هو استماع يعني احنا في اي حديث او اي لسن المفروض نستمع الاول نشوف ايه للدرس بتكلم على ايه او لو نستمع الاشخاص كبار الاشخاص دولا بينصحونا بايه او بيقولوا ايه تمام طبعا احنا عارفين ان الاسلام حسن على الاستماع الى الاشخاص الاكبر منا او في اماكن او في المجالس اوكي listening and speaking listening and speaking يعني استمع وتحدث listen read and rule play طبعا ايه listen استمع read اقرأ rule play يعني هناعمل ايه زي ادوار تبادل ادوار انا مرة حسأل وانت هتجاوب او اه انت مرة تسأل وصديق ليك يجاوب اوكي هنا خناخد مع بعض what are you where are you grandmother طبعا هنا البنوتة بتسأل التيتة او جدتها where are you grandmother where are you grandmother where are you grandmother يعني اين انت يا جدتي بتسأل مين تسأل الجدة بتتصل بيها تطمن عليها وتشوفها هي موجودة فين اوكي طبعا هنا المحادسة شايفين زي ما شايفين مع بعض الجدة بتترد عليها am in the park موجودة فين بسوا كده على المكان الموجود في جدة مكان جميل في خضرة في ظهور في مناظر طبعية دول am in the park am in the park يعني انا في الحديقة او انها جميلة there is a rainbow in the sky there is a rainbow in the sky there is a rainbow in the sky طبعا بترد تقولهم ايه انه يوجد قوس قزح في في السماء طبعا بعد ما بتمطر السماء او لو كان في قطرات ماء بتنزل عليها الاشعة الشمس بتخليها تظهر ايه بالوان قوس قزح طبعا هنا البنوتة بتقولها ايه بتسألها is there a pinch in the park is there a pinch in the park يعني هل يوجد مقعد في الحديقة طبعا البنتة هنا بتحب الجدة وخيفة عليها انها تقعد وقفة او تصاب بالتاع فبتسألها بتقولها is there a pinch in the park هل يوجد مقعد في الحديقة طبعا الجدة شايفينها قاعدة مبسوطة على المقعد ومرتاحها فبتقولها yes there is yes there is am on a pinch now am on a pinch now am on a pinch now yes there is يعني نعم يوجد نعم ايه يا ولاد يوجد am on a pinch now يعني انا موجودة او جلسة حاليا على البنش شايفينها طبعا كده مبسوطة خالص خالص على البنش طبعا الولد هنا بيسأل الجدة بقولها ايه is there a river هل يوجد نهر المنتزح او الحديقة اللي موجودة فيها الجدة هل فيها نهر is there a river is there a river again is there a river هل يوجد نهر طبعا الجدة بترد بتقول ايه يا ولاد no there isn't no there isn't no there isn't no there isn't اوكي طبعا في اولاد هتقول لا احنا الدرس صعب واحنا مش عارفين لا بص معي اول مرة هتلاقي اني لا صعب بس انت لما تكرر كلمك المحادثة كزا مرة تجراها في اليوم كل يوم تجراها مرة هتلاقي المحادثة بسيطة خالص وحتحفظها كأنها اغنية اغير حانا قدو ردنك تنم عبار ركزنا كده where are you grandmother where are you grandmother where are you grandmother where are you grandmother i'm in the park i'm in the park it's beautiful it's beautiful it's beautiful there is a rain poo in the sky there is a rain poo in the sky is there a pinch in the park is there a pinch in the park yes there is i'm on the pinch now yes there is i'm in the pinch now is there a river is there a river is there a river is there a river no there isn't no there isn't no there isn't no there isn't is there a river لما تسأل على شيء الحية دي او الحية مفرد بسأل بإيه يعني انت عسسسأل على الكتاب او هل يوجد نهر هل يوجد كتاب هل توجد شجرة بنسأل بإيه بنسأل بإيه بنسأل بإز زير إز زير يعني هل يوجد وبحط الحية اللي بسأل عليها فور إجزامبل أنا حقول إيه هنا بقلنا إز زير بيه يورا إيه مع بعض كده يعني اسم مفرد أنا حسأل مسأل على الكتاب هقول إز زير أبوك أوكي إز زير أتري طبعا طالما إز زير مين بيجي معنا بصوا كده بوش المارك قاعدة بتبصلنا بعنيها يعني محدش ينساني في السؤال محدش إيه ينساني في السؤال يعني طالما أكونت سؤال يبقى أنا بكون في آخر السؤال شايفين هزي يا أولاد بتبصلنا معناها خلوا بالكم أنا بقاجي في آخر السؤال ليوكوشن مارك علامة الاستفهام علامة إيه الاستفهام هنا إز زير إز زير بيجي ورا إيه يا أولاد سينجولور ناون يعني اسمه مفرد طب إيه مثل الاسم المفرد الاسم المفرد يعني الحية واحدة بس بقول عليها مفرد حية واحدة بس يعني إيه مفرد كتاب قراسة شجرة وردة أوكي بنت ولد إز زير أتري هل يوجد شجرة إز زير أريفر هل يوجد نهر ونحط إيه في الآخر يا أولاد كوشن مارك إكسلان إز زير أفلاور هل يوجد زهرة أو وردة طب أنا سألت السؤال سألت مثلا زميلتي أو أحمد سأل زميله تقوله إز زير أريفر هل يوجد نهر أحمد طبعا بصي كده في المكان اللي هو موجود فيه فليجي نهر هيرد يقول إيه يا أولاد very good excellent yes there is yes there is yes there is معناها إيه يا أولاد نعم يوجد طب أفرض بص كده ماليجيش فيه أي نهر حولي هيرد يقول إيه no there isn't no there isn't no there isn't معناها لا لا يوجد أوكي يبقى لما بسأل بقول إيه سير بحط وراها إيه اسمه مفرد طب أنا برد أو بدي أنصر بدي أنصر إجابة yes there is طب أفرض الشخص ده أو الحاجة دي بسأل عليها مش موجودة no there isn't no there isn't أوكي طب حنجي نقود مع بعض كده مع زميلك أو مع زميلتك وهتردي is there a river بتسأل صاحبتها is there a river هل يوجد نهر طبعا بترد تقول إيه no there isn't no there isn't يبقى بسأل بإيه يا أولاد بسأل بإز مع مين مع المفرد يعني هي مفرد يا مس يعني حاجة واحدة بس أوكي طب هنا البنت دي بشاول is there a flower is there a flower هل الصورة دي فيها flower flower يعني excellent very good يعني زهور أو زهرة بترد yes there is yes there is نعم يوجد أوكي طب أنا لما مرجي يردي أولاد مش بكمل السنتسي أو مش بكمل الجملة كاملة بقول yes there is or no there isn't yes there is or no there isn't أرد بإيه يا أولاد yes there is or no there isn't أوكي يبدو القاعدة اللي عندينه لما بسأل عن شي هل يوجد بستخدم إيه يا أولاد is there بيدي ورها اسمه مفرد أوكي لما أرد أو أدي الأنصر أو الإجابة yes there is or no there isn't yes there is or no there isn't أوكي وهنا يا أولاد هناخد writing corner للجزء الخاص بالكتابة listen trace and write يعني استمع تتبع وأكتب الغرض من exercise ده أولاد إن أنت تعرف إزاي تكتب الكلمة صح أو الحروب بتاعتها صح أوكي هنمشي على نفس الخط بتنعمل نفس تكتب نفس الكلمة زيها بالظلط عشان الخط بتاعك أو الهند رأي تنجيبك كويس river 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 pinch 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 معناها مقاد ثابت أو كرسي ثابت beautiful 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 جميل أو رائع park park p-a-r-k p-a-r-k park يعني منتزه أو حديقة عامة plant plant p-l-a-n-t plant flower 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 زي ما شايفين يا أولاد بصورة إيه صورة وردة أو زهر f-l-o-w-e-r أوكي grass 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 ليه يا أولاد حشائش طبعاً بتشوفها في المنتزهات بتشوفها في الحوش بتاع المدرسة أوكي grass g-r-a-s-s tree 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 شجرة هنا هناخد الاكتيفيتز بانليسن 1 الانشطة على الدرس الاول وجونا أو التفاجنا هناخد درس بدرس كل مرة هناخد لسن واحد ناخد الكلمات بتاعته نجرة كويس نحل عليه اكسرسايزا عشان الطالب أو الطفل الصغية لسا يتعود او يلاقي المنهج بسيط وسهل معه اوكي يا ولاد هنا مع بعض listen and circle listen and circle معناه ايه؟ استمع وضع دائرة يعني ايه؟ يعني انا هقول او هقول listening او البرونسيشن النطب بتاع الكلمة وانت هتشوف الكلمة اي صورة من الصور الموجودة عندها pinch pinch very good اللي هي مقع excellent number two number two river 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 انا سامعة واحد بيقول لي اللي هي دي very good river يعني اولاد معناها نهر excellent number three grass 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 يعني هشائش؟ اوكي very good this is picture number two number two look read and match look read and match يعني يعني انظر يقرأ وصل او وصل الصورة بالكلمة rainbow 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 يعني اولاد very good very good يعني قوس قزح excellent اللي هي هن number one okay number two plant 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 يعني نبات excellent number two pinch 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 very good very good okay exercise بسيط طالما انت حافظ الكلمات عارف شكل الكلمة حافظ الصورة بتاعتها هتلاقي بسيط معك على الاخر اوكي هنا يا ولاد look and circle look and circle يعني انظر وضع دائرة البكشن نبات دي بتاعت ايه يا ولاد؟ ايو فكرت ده كويس؟ very good الصورة دي اللي هي نهر طب ايه نهر يا ميس؟ عايز حد يجاو كده؟ very good river river بحاجة عندي كلمة river وحط عليها circle قلنا ايه معنى circle؟ دائرة اوكي river number two الصورة جبتاعت ايه يا ولاد؟ الجدة طب ايه معنى الجدة؟ يعني الام الكبيرة grand mother grand mother very good شطار grand mother الجدة اللي هي الام الكبيرة grand mother اوكي؟ number three الصورة دي بيعملوا ايه اولاد؟ مجمع من الاطفال الحلوين؟ قاعدين في منتزة؟ او حديقة؟ وعملين ايه زي يوم كده؟ مفتوح؟ مع بعض؟ اللي هي ايه المكان ده؟ بارك 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 انا سمع عبدالله بقول بارك 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 عبدالله اوكي؟ number four الصورة دي بتاعت ايه؟ غيوم الغيوم بتكون فين؟ في الارض ولا في السماء؟ طبعا الغيوم بتكون في السماء بس المية بتكون في الارض اوكي؟ السماء يعني ايه؟ sky ممتازة يا فاطمة sky سماء سماء اللي هي sky اوكي؟ هنا number four هناخد مع بعض نمبر four look read and tell يعني انظر يقرأ وضع علامة صح هنشوف ايه الصورة احنا خدنا وانا لما اجي بسأل عن شيء مفرد بستخدم is is there يعني هل يوجد؟ وحط الحاجة اللي بسأل عليها is there a car is there a flower is there a flower is there a tree is there a dog اوكي اولاد؟ اي كلمة بتحطها بتسأل عليها مفرد بقول is there وبحط الكلمة دي هنبص على الصورة اللي ندينا دي هنا is there a flower is there a flower is there a flower يعني ايه ما هنا السؤال ده؟ ممتاز يا حمزة اوكي؟ is there a flower يعني ايه؟ يعني هل يوجد وردة؟ الصورة دي فيها وردة يا اولاد؟ الصورة دي بتاعت وردة؟ yes there is yes there is very good اوكي؟ ابص على السؤال وابص على الصورة اللي ندي لو تطابقوا نفس الشيء بقول yes there is طب افرض المكان هنا اجيب مسلا صورة car عربية ينفع اقول الصورة دي بتاعت وردة؟ تبقى no there isn't اوكي؟ number two is there a river؟ هل يوجد نهر؟ يعني الصورة دي نهر يا اولاد؟ no there isn't no there isn't طبعا هنا لا لا يوجد الصورة دي ايه اولاد؟ there is a tree there is a tree الصورة دي شجرة there is a tree يعني هنا توجد شجرة اوكي؟ number three is there a pinch؟ is there a pinch؟ is there a pinch؟ هل يوجد؟ pinch؟ pinch يعني اولاد؟ very good مصطفى؟ مصطفى؟ سمع مصطفى بقول pinch يعني كرسي ثابت او مقاعد ثابت هل ده مقاعد ثابت يا اولاد؟ yes there is yes there is very good number four is there a rainbow؟ الصورة دي ريمبو؟ ريمبو يعني اولاد؟ ليه قوس و قزح؟ الصورة دي قوس قزح؟ no صورة ايدي سكاي طبعا ايه حنقول؟ no there isn't no there isn't اوكي؟ اكسرسايز بسيط خالص على ما تضربنا عليه مرة اثنين حتلاقي بسيط عليها number five اخر واحد معنا look and scrumple and write look and scrumple and write يعني انظر and scrumple يعني حروف ملخبطة مش مترتبها صح and write يعني اد ترتيب الحروف دي عشان تناسب الكلمة في الصورة او الصورة الموجودة عندنا انا موجودة عندنا صورة ايه اولادنا؟ شجرة ايه معنا شجرة؟ هنه ممتاز excellent ليه tree طبعا ايز احد يقولي الحروف بتاعتها؟ very good t ايوه يلا انا سمع r e e very good t r e e tree okay okay number two عبدالله okay عبدالله بعمل ايه هنا ولاد؟ الولاد ده لما موجودين فينا عبدالله؟ very good حديقة حديقة او انتزه يعني حديقة؟ هناخد الحروف دي ورتبة صح park park p a r k p a r k park park okay picture number three الموجودة قدامنا دي صورتي يا ولاد سماء ايه معنى السماء؟ very good sky رزان سمع رزان سكاي s k y okay very good وده يا ولاد اللي سن معانا اللي سن وان المقرع المقرع علينا في الواحدة اللي هيون السبن الواحدة السبعة جلنا زي ما جلنا مع بعض هنشتغل من المعاصر عشان نتابع مع بعض اللي حبين يتابع معايا هناخد كل مرة درس هننزل الفيديو عليه هندي هامورك او هندي واجب يا ليت الاولاد يلتزموا به هتلاقي المنهج طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي هنطبار او اللي هيبقى الاكبر هيبقى على المنزل او عالبيت حاول تتابع اول بول مع طفلك لانه هو را ما تقسسش في البداية هيبقى صعب جدا ان هو يتكيف مع المادة فاحنا عشان المادة تبقى بسيطة معا المنهج الجديد ده منهج ممتاز بيبقى التفاعل اكتر مع الاطفال تقدر تخليه يحفظ الكلمات بسهولة عن طريق اللي هو الامثلة بتاعتها انك تسألوا فيها اوكي ان شاء الله تكون كده استمتحتوا معنا لو عجبك الفيديو لايك شير ان سابسكرايب اشتركوا في القناة هننزل كل حاجة خاصة بالمنهج جديد شكرا و اشتركوا في القناة شكرا و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة